استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤونها المصرين بالخارج بدر عبد العاطي بمقار وزارة الخارجية توم بيرليولو المبعوث الأمريكي لسودان وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة أن الوزير عبد العاطي أعرب عن ترحيبه بالتشاور والتنصيق بين مصر والولايات المتحدة حيال جهود حل حالة الأزمة في السودان مستعرضا أبرز الجهود التي تبدلها مصر من أجل استعادة أمن واستقرار السودان وشعب الشقيق وأضاف المتحدث أن الجانبين ناقش الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتوصل لوقف لشامل لإطلاق النار في السودان وقد شدد وزير الخارجية على أهمية الإصراع بالوفاء بالتعهدات بتقديم الدعم للسودان ودول الجوار المستقبلة للاجئين سودانيين والتي تم التعهد بها خلال المؤتمرات الدولية ذات الصلة ومن جانبه أعرب انبعوص الأمريكي للسودان عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر على مختلف المستويات من أجل العمل على التخفيف من حدة الأزمة في السودان عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول اختيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وخلال الجلسة قال مندوب الجزائر بمجلس الأمن عمار بن جامع أن المنطقة على شفير الكارثة بعد ارتكاب إسرائيل عمل إرهابيا باختيال يهنية في طهران وأضف بن جامع أن استهداف المدنيين بغزة وبيروت يمثل فضاعة أخلاقية ووصمت عار على جبين البشرية وشنا إلى أنه لا يمكن للمجتمع الدولي الصمت إذاء هذا القدر من إراقة الدماء واصدراء القانون الدولي ومن جانبي قال مندوب إيران بمجلس الأمن أمير سعيد عرفاني إن اختيال هنية مظهر آخر من مظاهر الارهاب الذي تنتهج إسرائيل منذ عقود وأضف عرفاني أن الجريمة الأخيرة هي جزء من مصار أوسع يسلكه الكيان الإسرائيلي في المنطقة بدعم استخباراتي من الولايات المتحدة وأضف مندوب إيران أنه لا يمكن للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن أن يظل غير مبارن بجرام إسرائيل من جانبها قالت نائبة المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة فداء عبدالهادي إن الاحتلال الإسرائيلي واصل عدواني على الشعب الفلسطيني دون أي قيود وأكدت نائبة المندوب الفلسطيني أن مجلس الأمن فشل في القيام بواجبه في العمل على فرض وقف لإطلاق النار مجدددت الدعوة لمساءلة عن انتهاكات إسرائيل لسلامة أراضي وسيادة الدول في المنطقة بما فيها دولة فلسطين كما حمل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصرين بالخارج بدر عبدالعاطي ونظير الأردني أيمن الصفضي إسرائيل مسئولية التصعيد الخطيرة الذي تشهد المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطع غزة وانتهاكات القانون الدولي والممارسة غير الشرعية في الضفة الغربية والاختيالات السياسية وخلال اتصال هاتفي طالب عبدالعاطي وصفضي مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار ملزم يفرض على إسرائيل وقف عدوانها على غزة وخرقاتها المستمرة للقانون الدولي وأكد الوزيران على ضرورة العمل على التهدئة للحيلو التي دون انزلق المنطقة في إصراع إقليمي شامل يعصف بالاستقرار في الشرق الأوسط استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي سيارة قرب مدخل مخيم المغازي كما قصفت قوات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين ببلدة زويدة وسط قطع غزة مما أصفر عن شهداء ومصابين انطلقت منذ قليل مراسم تشياء جثمان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في تهران وكان هنية قد اختيل في إيران في غارة أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عنها وأثارت مخاوف من توسع النزاع في خضم الحرب الدائرة في قطع غزة هذا وأما المرشد الإيراني آيات الله علي خمانئي المصلين في جنازة هنية الذي وصفه بأنه مقاتل بارز في المقاومة الفلسطينية هذا ومن المقرر أن يوارى أو يوارى قثمان إسماعيل هنية ثرى الجمعة في قطر فريات برمي آبارين مارك بار إسرائيل مارك بار إسرائيل